رئيس مجلس النواب رئيس مجلس النواب بخصوص اقتراح إضافة بند جديد من قانون تنظيم المباني مجلس النواب وافق اليوم على مقترح بقانون وافقت عليه اللجنة المالية يختص هذا المقترح بأعطاء مرونة أكبر في اعتماد الاحتياطي الذي يكون تحت تصرف وزارة المالية كما تعلم أن هناك ثلاثة في المئة من جمال المصرفات المتكررة يقع تحت تصرف وزارة المالية ما قامت به اللجنة اليوم هو تقليل هذا المبلغ بإعطاء مرونة أكبر ليس ثلاثة في المئة ولكن بحد أعلى ثلاثة في المئة نستطيع أن ننزل بهذا المبلغ أكبر خاصة في ظل هذه الظروف هذا المقترح يساعد على تقليص المصرفات المتكررة وجزء من منظومة نحاول أن نسيطر على تقليص هذه المصرفات وتسيطر عليها الموضوع يتلخص في مادتين لقد قمت باقتراح لتعديلهم النقطة الأولى هي عبارة عن تخصيص دروس وعظ وإرشاد ديني الهدف من هذا طبعا هو إعادة إصلاح النزيل من أجل دمجه في المجتمع النقطة الثانية هي عبارة عن السماح للنزيل بحضور جنازة المتوفة وحضور مراسم العزاء هذه بالضبط هم المادتين اللي تم التعديل عليهم نقشنا ثلاث مقترحات بالنسبة حق تقاعد ضباط قوى الدفاع البحرين والأمن العام التقاعد مالهم وبالنسبة حق موظفي الحكومة والثالث اللي هو مال الضمان التأمين الاجتماعي في هذا المقترح جاء من مجلس النواب وكان من قبل لجنة الخدمات العامة وتمت الموافقة عليه في اللجنة وكذلك تم الموافقة على ثلاث المقترحات من قبل مجلس النواب والهدف من هذا المقترح كان أنه هو غرض الاستبدال اللي يعطى لموظفين الحكومة يجب أن يكون غرض ضوابط والشريعة الإسلامية خالي من الربا حق جمع القطاعات القطاع العسكري والقطاع الحكومي والقطاع الخاص اشتركوا في الق 진짜 ترجمة نانسي قنقر